أحلا بكم في نشرة السابعة التي نقدمها لكم من الفضائية الشديدة أعلن صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو انطلاقة أعمال المنتدى الإفريقي لشبات بحضور كل من الرئيس الدولي للإتحاد الإفريقي رئيس غينيا الاستوائي رئيس غينيا كونكري ألا فاكندي ونائب رئيس دولة غينيا الاستوائية تيودورو بيونجيما ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مسافكي محمد فضلا عن عدد من المسؤولين والشباب الأفارقة المشاركين في المنتدى وذلك بفندق راديس النبلو تقرير حارون أباد تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب هو شعار منتدى الشباب الأفريقي الأول من نوعه على المستوى القاري حيث تم الاعتراف بالأهمية المركزية للعائد الديمغرافي لضمان تحول إفريقيا من قبل زعمائها وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي لعمال المنتدى خطابات متعقبة ركزت كلها على أهمية الخروج بالقارة الإفريقية وشبابها من الأوضاع الصعبة التي تمر بها وفي البدء رحب وزير الشباب والرياضة والترفيه يوسف أبا صلاح بضيوف البلاد في هذا الصرح السياحي العملاق الذي أهداه رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو للشباب وحث المشاركين على اغتنام هذه الفرصة والخروج بتوصيات تبشر بمستقبل واعد أما المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان مانبي جيانجوم فقد أكد أن تنظيم هذا المنتدى مؤشر قوي يوحي بالرغبة السياسية القوية والنوايا المخلصة للحكومة الشادية وخاصة رئيس الجمهورية من أجل مصاحبة أهداف الوكالة الأممية المختصة بالسكان الرامية إلى الاستفادة من التزايد السكاني كما أكد عزم الصندوق بدعم الشباب من أجل تطوير كفاءاتهم بواسطة مبادرات ومشاريع تسهم في عملية الاستثمار في الشباب واستقلالية المرأة وأن كل هذه الجهود سترفع من الرصيد المرتقب الذي ستحصده الطاولة المستديرة التي من المقرر أن تستضيفها باريس في شهر سبتمبر المقبل حول تسخير الإمكانات الديمغرافية رئيسة اتحاد الشباب الأفريقي فرانسين مايومبا عبرت عن عميقة شكرها وامتنانها لدولة تشات وخاصة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي لم يخفي غيرته للقارة السمراء بحيث قال وبصوت عالي شات قريتي وإفريقيا بلادي ليبالغ في التعبير عن انتمائه لهذه القارة وشعوبها وأشارت إلى أن اللافتة للنظر والاعتبار أن ثم تحديثا عن إمكانات النهوض بالشباب الأفريقي يقابلوا حديثا آخر ذو نزعة تشأومية يشير إلى التحديات الماثلة والتي تجعل من هذا النهوض أمرا مستعصيا على التنفيذ في إشارة إلى أن الشباب شريحة مهمشة والأدلة كثيرة أبرزها البطالة الأمراض الفتاكة الجهل مما يجعلهم فريس لحركات التطرف والعنف والراديكالية التي تستقطب تنظيماتها باستمرار أعداد كبير من الشباب كما أن المعاناة التي تتحداهم تدفعهم إلى البحث عن حياة أفضل عن طريق الهجرة غير النظامية إلى الغرب يتساقط ضحاياها على شواطئ أوروبا وفي أعالي البحار أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد فقد أبدى هو الآخر تأسفه على الظروف القاسية التي تسيطر على حياة بعض الشباب في القارة الأفريقية مؤكدا في الوقت نفسه أن المفوضية قد حسمت موضوع صندوق دعم الشباب وبذلك طمأن القيادات الشبابية المشاركة في المنتدى وأن المفوضية في استعداد لتلبية التوصيات بأكبر قدر ممكن ومن جانبه نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيدوين أوبيان جيما دعا الشباب الأفريقي إلى تبني العزيمة الصادقة وتحقيق طموحات قادتهم من أجل الارتقاء بالقارة الأفريقية كما دعاهم إلى التضامن والتماسك وإبراز روح الأفريقانية حتى يصبح الشباب الأفريقي مثل يختذا به الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية غينيا كوناكري البروفيسور الفاكندي فقد دعا الشباب إلى قراءة التاريخ لاتخاذ العبر والدروس والاتكاء بكل ثقة في الحاضر للانطلاقة بقوة نحو المستقبل وشددا على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية التي تذخر بها القارة باستخدام أحدث التكنولوجيا وأشاد بدور الشات الرائد في مكافحة الإرهاب بإرسال أبنائها البواسل في كل من مالي والكاميرون والنيجر ووصف ذلك بالتضخية من أجل إفريقيا كما شددا على ضرورة بسط العدالة ومحاربة الفقر بابتكار الصناعات المحلية للمنتجات الإفريقية والترويج لاستهلاكها وحثا على الشعور بالواجب قبل المطالبة بالحقوق افتتح فعاليات المنتدى رسميا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو راعي الشباب الأفريقي حيث قال بأنه لا يريد خطابا هشا وبكلمات معصولة وإنما ينتظر أن يخرج الشباب بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تتماشى مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي والذي من المنتظر أن يتضمن أبرز النقاط وهي استراتيجات توفير فرص العمل للشباب ومشاركاتهم في صنع القرار وتسيير شؤون العامة في بلدانهم وألمح إلى أن الشباب يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 60% من سكان إفريقيا وقد يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة في ضوء المشاكل والتحديات المتعظمة التي تمر بها العديد من دول القرى منها عملية التنمية وأن التحدي الأكبر هو الأمن والسلامة لذا شدد على ضرورة التفاكر بشكل جدي لبناء وصيقة لمهارات الشباب وزيادة رصيدهم المعرفي هذا المنتدى الشبابي الدولي دليل على أن إفريقيا بدأت تتجه فعليا نحو مستقبل أكثر ازدهارا يتم فيه تمكين سكانها العيش برضى وفخر بقرتهم مستقبل يتمتع أفراده بصحة جيدة وتعليم ممتاز وسط اقتصادات قوية ومتقدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر